السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي شخصية متحركة الحركة بلش من او يعني اماكن متفرقة راح تلقف الحركة بعدين عند اربعمية راح تشتغل اه في اربع عند اربعمية في حركة عند خمسمية نحط شوية حركة طبعا انا مرتبهم بالطريقة هذا عشان نسل الي استخدامها في اليونتي الان حط مجموعة من الحركات مع بعضهم الان راح اشوف انا مبدئيا كيف راح اصدر المجسم هذا الطبيع على اليونتي بعدين راح نشوف كيف راح نتعامل مع الخامات والحركة اللي طبيعة الحال موجودة على المجسم على المجسم تابعي علشان اصدر المجسم تابعا انا عايز اعلم على الشغلتين اعلم على المجسم كله واعلم على العظمة المركزية اللي ها تبقى عظمة الحوض هذا العظمة المركزية عظمة المركزية هي موجودة هنا في الاوت لينر اوت لينر هذه بجيبه من هنا ويندوز. اوت لينر. فانا ممكن اعلم على المجسم من هنا اوضح لي اسهل لي يعني شيفت وبعلم على العظمة المركزية تلقائيا ما نعلم على العظم المركزية كل العظام اللي الابناء بتعتمت عليهم مباشرة الا انا علمتها كل الاشياء الموجودة عندي مباشرة من خلال المجسم العظمة المركزية. وهيا المجسم تابعا. عشان اصدره كملف اف بي اكس راح اقول له فايل اكسبورت سيليكشن واتأكد ان هان مختار خاصية اف بي اكس. قبل ما اصدر المجسم تبعي راح اتأكد انه في الخيارات اللي عندي هنا في قائمة الانيميشن الانيميشن ما احطط له صح. لو انا نسيت احط صح لالانيميشن هاده معناه هو مش راح يصدر الحركة. راح يصدر المجسم بسبب دون الحركة. وهذا ايش انا ما بديش اياه. الشاغلة التانية راح انزل تحت هنا. فيه حاجة اسمه امبادد ميديا. انا برضو بدي اتأكد انه محطوط عليها صح. هاده امبادد ميديا عشان يقدر يضيف لي الصور اللي انا مستخدمهم في الخماية التابعة اللي على المجسم. الان راح اعلم عليه. واختار مثلا فل انا اتنين. واجوله اكسبورت. انا مش راح اصدرها لاني انا قريدي امصدر الشغل تابعي. علشان اضيفها على اليونيتي. اي في عندي مشروع يونيتي فاضي. علشان اضيف اللي عملته على اليونيتي راح افتح المجلد اللي انا صدرت فيه الشغل تابعي. وين كان ثواني? اوكي خلينا اجيبه من سطح المكتب. فل انا اتنين. هاي المجسم تابعي راح امسكه كل بساطة. واسحبه وحطه في المشروع تابعي. في المنطقة هذي. الان نسخ الشغل تابعي نسخ الملف هذا. حطي لي اياه جوه الملف او جوه الفولدر تابعي المشروع تابعي. فالان لو انا حبيت اشوف الشغل تابعي وين محطوط? باليمين. شو اني اكسب لورة افتح لي عن مكانه. نسخ لي اياه في المجلد هذا. وكل اشي انا راح استخدمه راح ينسخ لي اياه جوه المجلد اللي انا سميته نيو يونيتي بروجيكت ستة. جوه مجلد الاسدس راح يحط لي معظم او كل الشغل تابعي اللي راح نسخها. على العموم. الان هنفيه صار عندي مجسم. لو يجيد اسحب مجسم على مساحة العمل اللي عندي هنا. رجع حجمه صغير موجود بس حجمه صغير. علشان اعالج مشكلة الحجم بعلم على الجسم تابعي وفيه له خصائص على اليمين. بروح على خاصية الموديل وانا متعود لما اجيب من المايا لليونيتي في الغالب بضرب خمسين ضعف. يعني بكبره خمسين مرة. وهي ابلاي. الان حاول اسحب وحطه. اوه هي المجسم تابعي صار حجمه كبير. طبعا لو انا حبيت اعدل عليه فيش مشاكل انا ما سبقنا احطه تلاتين. وعمل ابلاي. دلقائيا راح يتعدل المجسم اللي هنا. لكن انا عجبنا خمسين فانا راح ارجع وحطه زي ما كان خمسين وهي ابلاي. لكن الظاهر عندي انه الخمات اللي عليها لون ما فيه مشاكل فيها والريدي الالوان ظاهرة. لكن الخمات اللي عليها صورة ما فيش فيها فيها مشاكل. مش ظاهرة الصورة اللي عندي. علشان اظهر الخمات بطريقة صح او اظهر الصور او اطلع الصور لجوه الخمات راح اجع لقائمة بما انه الزير هادول هادو ضاوي او الزيرين هادول ضاويين راح تقدر انت تطلع الصور اللي جوه الخمات وراح تطلع تقدر تصدر الخمات على على الشغل اللي عندنا. الخمات هو هاي يوم اكتشف لك اياهم بقول لك فيه حاجة اسمها سمبل تيكتشور اي فونك ستة وفونك سبعة هادول الخمات اللي انا مستخدمهم في الشخصية تبعتي. علشان اصدر المجسم اللي عشان اصدر الصور او التيكتشور اللي انا مستخدمهم في الخمات والخمات ذات نفسهم بالدعم المجلد احطهم فيه. اي كريات نيو فولده راح سميه ايه ماتيريال. ماتير يلزم. الان راح ارجع للمجسم تبع انا احطهم برا في الشغل هنا في البنطيق هاد الصور بس راح تصير امور زحمة الصح انو نرتب الشغل تبعنا. فراح اجي للمجسم تبعي. اجي اقول له اكستراكت تيكتشور. طلع لي الصور اللي تخزنه في ملف الاف بي اكس. اعلم عليه. بقول لك وين بدك اياه احطهم بقول لك حطهم مجلد ماتيريال. الان قاعد بتضلع الصور هاته اشوفه عند من خلص. اه طلع الصورتين اللي استخدمت. هاته صورة المحطوطة على الاواعي. ولو لحظت انا راح لاجي انه مباشرة طلعت الخامات بطريقة صحيح. لو علمت عن مجسم تبعي هذا من هنا. راح اللاحظ انه المجسم عارف انه فيه خامات. هاي الخامات اللي حكينا عنهم. اه يسمي تيكتشور. لكن الخامات هدول ما بقدرش اعدل ولا قيمة فيهم. كل القيم ثابتة مطفية. علشان اقدر اتعامل مع الخامات. راح ارجع عن مجسم تبعي. ورح اصدر الخامات ذات نفسها. راح اقول له اكستراكت ماتيريال. وفي نفس المجلد راح احطه ماتيريالز. وهي سيلكت. راح افتح الشغل تبعي. الان هاي الخامات تبعتي. بنفع اعدل على الخامات من هنا. اطلع الاوكي. اختلفت الاموصر. انا بقدر اتعمل مع الخامات. او بنفع لو رحت زي ما توا ورحت على المجسم تبعي. ورزلت على الخامات تبعوني. نفترض نمسك الخامة الحمراء هدي. وبقدر انا اعدل على القيم تبعتي زي ما انا عايز. نمسك خامة تانية. وبقدر اعدل على الخامة نفس الشيء. اذا هيك انا صرت بقدر اتعمل مع الخامات تبعوني. وان شاء الله في اللقاءات الجاية راح نشوف كيف راح نتعالج موضوع الحركة. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.